ليس من بين الخلافات الراهنة ما هو عصي على الحل الامم المتحدة تخاطب طرفي الازمة في العراق انه سياق يتوافق مع جهود القيادة الحالية للبلاد في بلورة حوار وطني مثمر البرلمان محط طموحات الكتل السياسية المحتجون في محيطه يرفضون انهاء اعتصامهم دون حوار سياسي واضح ومعلن عملية التوافق على شكل الحكومة سيؤدي مرة اخرى الى استياء شعبي هناك فعاليات شعبية تراقب حتى اللحظة وبالتالي ان حصل انسجام بين التيار الصدر والفعالة الشعبية هذا ينظر بعدم استمرار السلطة التشريعية ناهيك عن السلطة التنفيذية التلويح باعتماد حلول لا تتجاوب مع مطالب معتصمي البرلمان في اجراء انتخابات مبكرة تمديد لتوقيتات المحتجين المتعلقة بانهاء الازمة المتصاعدة خشية من زعامة السيد الحلبوسي وحزبه لعدم حصوله قد تكون في المرة القادمة انجرت انتخابة مبكرة على منصب رئاسة المجلس النواب وبالتالي لا يريد ان يجازف ولا يذهب بهذا الخطوة مع تحالفاته بفقدان هذه المقاعد الكبيرة وهذا المنصب السيادي الكبير ايضا وبالتالي قد يبقى متقاربا مع الاطار اكثر مما يذهب الى التيار تخطي مبنى مجلس النواب واستئناف العمل النيابي المفضي لتشكيل حكومة توافقية عبر عقد جلسة في موقع اخر قد يقود الى اتساع رقعة الاعتصامات حازم الشرع العراقية والاخبارية بغداد